يمنع ده من أن يقع في هذا هو هذا الخلق الجميل اللي هو الغلالة دي الرقيقة اللي هي الباطنية اللي تمنع صاحبها أن يقع يستحي وطبعا أعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لا تستحيون من الله حق الحياء قالوا نحن نستحي والحمد لله رسوله قال لا إنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاد هذا والحياء من الله سبحانه وتعالى الحقيقي أن تحفظ الرأس وما وعى يبقى ألا تقع عينك على محرم ألا تشم ما حرم الله سبحانه وتعالى ألا تسمع ما حرم الله ألا تتكلم في المحرمات والبطن وما حوى ألا تأكل حراما وألا تقع في الزنة الفرج يعني البطن وفيها الفرج وأن تذكر الموت والبلاد لو أنك ذكرت أنك ميت وأنك مسؤول وأنك معروض قبل أن تقدم على عمل تفكر ألف مرة هل هذا سأجاز عليه بالخير بالحسنة أم بسيئة فهو ده الذي يمنعك يبقى أصل الحياة والحياة من الله سبحانه وتعالى نعم اللهم ارزقنا الحياة منك يا الله آمين يا رب العالمين